ما زلنا في رحاب اليسر قد يقول قائل هل الشريعة يسر على الإطلاق؟ أليس في أحكامها مشقة وفي تطبيقاتها منع وفي امتثالها شيء من حرمان؟ وفي المقابل لماذا هناك من يضيق باليسر؟ كل لين علامة ضعف وكل سهل مؤشر خطر دينه حرج وتدينه مشقة ومنهجه قيود توثق وذرائع تسد ومفاسد تدفع ولا غير نستأنف وإياكم مشاهدين الكرام حلقة الأمس يسر الشريعة الإسلامية رحبوا معي بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ أهلا وسهلا بكم وحياكم الله نكمل حديثنا الذي بدأناه بالأمس عن يسر الشريعة الإسلامية وكنا توقفنا عند صور من هذا التيسير الذي يظهر لنا عندما نتحدث عن تفاصيل الشريعة الإسلامية نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقلنا بأن الشريعة الإسلامية جاءت وللحمد برفع الأعصار والأغلال عن هذه الأمة وجاء في صفة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وَيَضَعُواْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ أَيْ أَزَالَ عَنْهُمْ كُلَّ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ والتي كانت موجودة في بعض تشريعات الأمم السابقة كانت موجودة عندهم لأسباب اقتضتها الحكمة الإلهية طبعا وفق سياقات معينة حصلت عندهم والمطلع على تلك السياقات يجد أن تشريع هذه الأمور الشاقة كان لحكمة بالغة بل إن الذين تم تشريعها عليهم من الأمم السابقة هم على علم تام بتلك الحكمة ولا ينكرونها وأنت تحدث عن هذه السياقات دكتور هل لنا أن نعرف بعضها ما هي هذه الصور التي صارت على الأمم السابقة وبالتالي صار عليهم هذا التشريع تشريع الأغلال والأصار وغير ذلك منها مخالفات تعلق بعدم امتثار الأوامر أو الجدل فيها أو الإساءة في تصرف وصار بسبب ذلك عقوبات تشريعية ومنها أيضا الإكثار في السؤال والتعمق فيه ولذلك لاحظ من أهم ظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين هذا تنبيه عظيم من الله تعالى بعدم التعمق والتنطع في الدين ومن ذلك السؤال عن كل شيء ومن ذلك السؤال عن كل شيء